زوجي من لي كان يموت وصاني وقال لي مني نموت وجيوا تخرجوني تدفنوني أنا أحاسبك عند الله إلا خبرت أختي لأنها متزوجة بكافر ولم ترد عياذا بالله أن تنفصل عليه وراني ما قلت هالهاش واشي حاسبني الله بالعكس بالعكس أنت ربي يأجورك لأن الزوجي انت كان مؤمن لماذا؟ لأنه قاطع أخته ما دامت في عصمة كافر فلا يمكن أن يقبل فلو قبل هذا وكان يمشي عندها لكان مشاركا لها في هذا الإلم فزوجك مؤمن بإذن الله وسيجزيه الله عن المقاطعة في الدين قاطع أخته في الدين ها حياك الله ورفع قدرك عند ربك حينما تلقاه لأنك جعلت الدين أعلى آصرة من الدم من الدم من الدم جزاه الله خيرا وانتي يا من لي ما قلت لهاش جزاك الله خيرا قدرت الوصية ديال زوجك هذي اللولى والوصية انت كانت شرعية فلو أنك أخبرتي خبرتها وخبرتها وجات وجات وهي مازال مزوجها مكافر غادي تكوني مقدرتش شعاجة مزيانة ها قاد لكم اللي كسبت الخبر باللي دفناه وكذا بقد غيت تسب فيها وكذا خليها تسم خليها تسم حتى تشبه ما تديهاش قا ما تخافيش تقولي يا ناري ندرتش شعاجة مش مزيانة بالعكس انت يا ربي وفقك من لي ما قلتي لهاش شوفوا استمعوا نقول لكم واحد قضية من لي يكون السيد يموت هذي من الحقوق خوك اللي يكون يموت عقله من لي يكون خوك يموت وكان يكره واحد السيد وبقتل كراهية بيناتهم حتى الوقيتة الموت وذاك السيد ما كانش يبغي يجي يشوف هذاك صاحبك حتى وزن وخما يقول لكش ما تدخلوش عليا وكسب الخبر باي الله راني نموت بحال انا مثلا ما نبغيش السعب قدر بنعبو ولادي عارفوا باي الله انا ما بغيش السعب قدر بنعبو ما ما بغيتوش ونرني ناسع للفراش بتاع الموت وخما قلش لولادي وان من حقي على ولادي ان هذاك سيدي لجف ذاك النهارة اللي كان موت يوقفولو في الباب وما تدخلوش عليه لان من حقي المسلمي عليك وخاصط في هاللحظة اللي غادي تودع في هالدنيا وتمشي عند ربي ان لا يدخل علي كشكو من يشمتو بك لا يسترك الله الحب لان انت الحياة كاملة تقول لي والله عندك لا جيت ومنين جيت المتعة جاي عندي في هالنوع الشماتة الشماتة وهذا من حق المسلم عليك ما تخليش الناس يشمتون بك وخال حج جوج مسلمين جوج مسلمين نعم كتكلم عن المسلمين نعم كتكلم عن المسلمين كانوا تدقن لا على اسمع شوف كين بعض ال لا تسامحوا شوف منين ما حد يكون عادة مريض مريض إلا كانش ناس تاع الخير يجريوا بيناتهم ويصلحوا ولكنش مخترتك تقول له أروع عند خوك راكم رضي يقول لي الله عليه لا دخلت إلا هو مش الجنان مش للنار وخلي حتى يكون غادي يموت ويجي عندو ما يمكنش ما خصل لاش القبلو هذا اللي يكون يقول لك تقول له ودير واح شوف أخوك ولا شوف عمك ولا شوف خالك رايموت يقول له سدينا ما نشوفه هنا لا ليه وحتى يكسب عن الخبر بالله رايموت ويجي يدخل عليه ما نخل ليش يدخل عليه لأن منين كان حي في ذاك الوقيته كان يمكن الإصلاح بينهما فإذا سعى الناس من أجل الإصلاح بينهما وهذا عمل المجتمع لابد أن يقوموا به فهو من أفضل الأعمال بعد بعد الصلاة والإيمان إصلاح ذات اللي بيننا وعلى شيء كبير عن سيدنا ربي فالمؤمن يخصم يسعى في هذا أنا غير بغتنوري لكم هل الحكم من حق المسلمي عليك منين يكون في الموت وكان يكره واحد السيد ومقاطعه وحتى جاي يموت ويجاي يدخل عليه يقول له ألان ألان حتى الآن لا لا لأنه إلا طلع عينيه وشفه يدخل عليه يحسب الحق وراه يقول شو 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 لو كان كنت صحيح ما غاديش يدير عشي جاي تشوفه فيه والله تعالى على وعلم وصل الله على حبيبنا محمد والحبد لله رب العالمين